لكن منتخب مصر وراء أضرب أمثلة بالمنتخب الجزائري والمنتخب المغربي منتخب مصر باللغة الرقمية أو اللغة الإحصائية اللي بيعتمد عليها أجيري وده ألف المؤتمر الصحفي منتخب مصر خلال المباراة السلاسة الأخيرة أداءه سيء جداً بالأرقام لكم أن تتخيلوا أن أفضل تصديات لحارس في المجموعة الأولى وأكبر كم من التصديات لحارس مرمى في المجموعة الأولى كان محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر ده إندل على شيء بيدل على التراجع الدفاعي عدم وجود استراتيجية في أداء منتخبنا الوطني في البطولة الإفريقية أيام كبر كنا مستقيم من الأداء المنتخب نتيجة الارتكاز على اللعب بشكل دفاعي لكن أيام كبر كانت في فلسفة في فكرة بيأديها الجهاز الفن وكانت ظهرة للجميع لكن المرة دي لا في فلسفة لا في أداء لا في شكل بنعتمد على المهارات الفردية العدد من اللاعبين وده مش هيبقى متاح في الأدوار النهائية ممكن يكون متاح لك في الأدوار الأولى لكن مش هيكون متاح لك في الأدوار النهائية أتمنى أن يتم معالجة السلبيات أن يكون فيه خطة عمل داخل الجهاز الفني مع الفريق تتضح من خلاله استراتيجية أو شكل الفريق إيه الصورة اللي عايزة طلع بيها إيه هي طريقة اللعب إيه هي العناصر اللي ممكن تعتمد عليها في نقل الهجمة من الدفاع للهجوم فيه أخطاف الدفاع فيه أخطاف التمركز فيه أخطاف وسط الملعب حتى التحرقات في الناحية الهجومية بتعتمد على مهارات فردية لتريزيجي أو محمد صلاح عبدالله السعيد مجاش البطولة لسه لسه لم يظهر خالص عبدالله السعيد في البطولة محمد النني أداء لم يتطور خلال الفترة الأخيرة بشكل عام ننتظر من المنتخب خلال الفترة القادمة أداء يسعد الجماهير لأن البطولة هتبدأ بمستوها القوي بدءا من دور السمانية حتى هذه اللحظة بعد النتائج اللي ظهرت في المجموعة الأولى أو الثانية أو الرابعة ما اتضحش مين ممكن يواجه منتخب مصر في دور السمانية مع الوضع في الحسبان كمان أن طبعا مصر هتواجه تالت المجموعة التالتة أو تالت المجموعة الرابعة أو تالت المجموعة الخمسة هنبدأ بالمجموعة التالتة مجموعة السنغالي الجزائر كينيا تنزانيا إذا خسرت كينيا هتبقى فيه مشكلة في تحديد المركز التالت لأن في نفس الوقت جنوب إفريقيا في المجموعة الرابعة أيضا ثلاث نقاط فتنتظر نتيجة مباريات المجموعة الخمسة غدا ممكن أي فريق من دول إلى وصل لأربع نقاط سواء تونس أو أنجولا أو حتى مالي عندها أربع نقاط أي فريق من دول إذا ظهر تالت في المجموعة أو حتى موريتانيا ممكن يواجه منتخبنا الوطن أنه هنا يكون عنده أفضلية بالمقارنة بنتائج كينيا أو نتائج جنوب إفريقيا في المجموعة التالتة أو الرابعة عموما المركز التالت لسه لغاية اللحظة دي لم يتضح بشكل كبير حتى البقاء المنتخبات لأن المنتخب الوحيد اللي تالت وبأربع نقاط هو المنتخب الغيني وتحدد بشكل كبير منتخب غينية ممكن هيواجه منتخب المغرف وقول لمباريات دور الستاشر إن شاء الله يوم الجمعة القادمة بشكل عام ده شكل المنتخب خلال الفترة الأخيرة حتى التغييرات اللي تمت فيه المباراة التالتة بالمقارنة بالمنتخبات الأخرى ما ظهرتش بشكل جيد المنتخبات الأخرى استفادت بنتيجة المباراة التالتة إن هي رياحت عدد من اللعيبة ودفعت بعدد آخر من اللعيبة ده نسبة وناسب هل استفدت بيها هل ما استفدتش بيها عموما عندنا أربع خمس أيام قبل مباراة يوم السبت في دور الستاشر هنشوف وجهة النظر و هنشوف الخطة الفترة القادمة ممكن المنتخب يتغير أداءه في دور الستاشر أو في دور النهائية ولا هيستمر بهذا الشكل اللي بالتأكيد هيواجه صعوبة كبيرة جدا في المرحلة القادمة في ظل إن خلاص شكل المجموعات أو شكل الطريق لدور التمانية ومن خلال دور الستاشر بيتضح مصر في طريق نيجيريا وغالبا إذا كانت الكاميرون أو غانا في مركز تاني هيبقى الفائز بينهم يواجه منتخب مصر في دور التمانية أيضا مصر إذا وصلت إن شاء الله للسيمي فاينال دور الأربعة غالبا بشكل كبير أيضا فيه اتجاه منتخب المغرب لأن ده الإطار اللي بيشتغل به الفرق اللي ممكن هتروح مع بعض لغاية دور الأربعة المغرب غينيا نيجيريا غانا أو الكاميرون ده الإطار فبالتالي هنا حجم المنافسة هيزداد قوة ويتزداد المنافسة بدءا من دور التمانية بعد تخطي إن شاء الله دور الستة عشر ده بشكل عام الكلام عن بطولة إفريقيا ترجمة نانسي قنقر